من موسكو ينضم إلينا رامي القليوبي الكاتب المتخصص في الشأن الروسي دكتور رامي أهلا وسهلا بك كان فلاديمير بوتين لاتهامات كيلا للقوى الغربية للولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي الكل تقريبا لم يسلم منه وبدأ متحدثا وكأنه بلسان الدول المستضعفة أو المناطق المستضعفة في العالم ما الذي كان يعنيه بهذه الإشارات؟ في الواقع هذه التصريحات ليست جديدة بل إذا عودنا إلى نهاية عام 2021 حين كانت أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء الحرب في أوكرانيا حينها اقترحت روسيا على الجانب الأمريكي تقديم ضمانات أمنية بعدم توسع حلف النيتو شرقا ولكن هذه الاقتراحات قبلت بالرفض مما دفع بروسيا إلى شن ما أسمته بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وهي بفلك تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف ومنها ضمان عدم انتمام أوكرانيا إلى النيتو لكن دكتور رامي أن يستعمل الرئيس الروسي في هذا التوقيت في هذا الظرف الذي يفترض أن السجال دائر بينه وبين أوكرانيا وداعميها الغربيين أن يستعمل التعبيرات المرتبطة بالسيطرة على ثروات المناطق الفقيرة حول العالم على الصدام المباشر بين هذه القوة وبين بعض الدول في أقاليم عدة وحتى أشار للمنطقة العربية ما الذي كان يستهدفه بذلك أن يزيد من حدة السخونة مع الولايات المتحدة والدول الغربية أم يحاول استمالة بعض الأطراف إلى المعسكر الروسي إذا جاز التعبير إذا نفرنا إلى الشهور الأخيرة والعام والنصف العام الأخيرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا فماذا سعد روسيا في الصمود في وجه العقوبات الغربية ما السعدها هو أن هذه العقوبات كانت أحدية الجانب وبالتالي لم تكن ملزمة بالنسبة إلى الدول من خارج الكتلة الغربية وهذا فعليا دفع بروسيا نحو تعزيز العلاقات مع الدول الأسيوية والعربية والأفريقية وهذا جنب الاقتصاد الروسي الإنهيار ولذلك أجرت روسيا في الفترة الأخيرة مجموعة من الفعاليات ربما كان أبرزها منتدى روسيا أفريقيا في سن بيترسبورغ في نهاية يوليو الماضي بهدف تعزيز العلاقات مع الدول من خارج الكتلة الغربية وتعزيز صورتها كدولة لم تكن يوما دولة مستعمرة على عكس أغلبية الدول الأوروبية دكتور رامي عندما يعيد الرئيس الروسي التفكير بأنه أو أن بلاده عرضت لانضمام إلى حلف الناتو ألا يبدو أو تبدو هذه الإشارة غريبة أو مستهجنة على الأقل من جانب الكثيرين يرفض الانضمام القريب لبعض الدول ذات الاستقلالية المفترضة لحلف الناتو بينما هو الذي يقول نحن عرضنا الانضمام إلى الناتو لكن الناتو رفض بداية هذا الكلام عن انضمام روسيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مر عليه ما لا يكل عن عشرين عاما أو ربما حتى ربا قرن في الوقت اللافي كانت العلاقات الروسية الغربية وطيدة لكن الآن البروف تغيرت وروسيا الآن تطعن في نتائج الحرب الباردة أو في التفسير الغربي لنتائج الحرب الباردة زائمة أنها ليست الطرف الخاسر فيها وأن العالم الحالي هو قائم على نتائج الحرب العالمية الثانية حين انعقد في عام 1945 مؤتمر يعتباد بين قادة الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والمولايات المتحدة وأصفر عن تقسيم العالم إلى مناطق النفوذ لكن في نهاية الحرب الباردة لم ينعقد أي مؤتمر وبالتالي روسيا لا تزال تنظر إلى جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة على أنها منطقة للنفوذ الروسي وليس الغربي وبذلك من حق لموسكو من وقع نظرها أن توافق أو ترفض على انضمام روسيا هي التي تريد أن تضع الوحدة المعيارية لقابلية الانضمام للناتو إن أرادت روسيا أن تنضم في سياق معين فهذا أمر يجب أن يكون متصور ومتقبل ومتاح إن أرادت دولة أخرى وفق معيارها هي أن تنضم إلى الناتو فهذا سيكون استعداء وجلب للأعداء عند الخاصرة الرخوة لروسيا هل يمكن فهم ما قد يبدو ازدواجية بهذا الشكل؟ بالتأكيد هناك ازدواجية لأن فعليا صحيح كما فكرت هذه الدول هي دول مستقل لغفات سيادة ومن حقها أن تنضم إلى أي كيان تراه يخدم مصالح هذه الدولة أو دولة أخرى لكن في المقابل ترى روسيا أن هذه الدول أو الجمهوريات السبيتية السابقة تقع ضمن النفوذ المباشر الروسي فإذا تحدثنا مثلا عن إعلاقة الولايات المتحدة وكندا فصحيح أن كندا هي دولة ذات سيادة لكن هل تقبل الولايات المتحدة بانضمامها إلى حلف عسكري معاجل الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الإجابة البديهية هو أن واشنطن لن تقبل بذلك لكن الولايات المتحدة مثلا لا تشغل بالها كثيرا مسألة تشكيل الحكومة الكندية شكل الانتخابات الأحزاب التي قد تأتي إلى السلطة لكن هذا يبدو أنه محدد أساسي من بين محددات تعامل الرئيس الروسي مع كل الدول المحيطة سواء كانت من جمهوريات الاتحاد السوفيتي أو خلاف ذلك هذه أيضا مسألة لافتة للغاية أن يتعامل الرئيس الروسي مع هذه الجمهوريات أو مع هذه الدول كما أشرت باعتبارها مناطق نفوذ روسي تقليدي ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تخرج عن حدود السيطرة أو على الأقل عن الإطار الذي يريده الرئيس بوتين هناك فارق بين كندا والجمهوريات السوفيتي حضرتك اللي استلعيت اللي نموذج هناك كندا هي دولة فات مؤسسات ولا يغير فيها هذا الشخص أو هذا الحاكم شيئا كثيرا ومثلا نحن في العالم العربي وفي الروسيا أنه قد لا نعلم من هو أسماء المسؤولين في كندا لكن في جمهوريات الاتحاد السوفيتي كل ما يأتي رئيس جديد يكون بتغيير نهج الدولة بشكل كامل لأن هذه الدول لا تزال أقرب إلى حكم الفرد فمثلا عندما كانت أوكرانيا في عهد الرئيس فيكتر يوشنكا كانت موالية للغرب ثم جاء رئيس فيكتر ينوكوفيش أصبحت موالية لروسيا ثم جاء بيترو بورشنكا أصبحت موالية للغرب مرة أخرى فبالتالي روسيا تدرك أن هذه الدول تتسم بنظام حكم الفرد وبالتالي سعت لزارة ينوكوفيش الموالية لها ولكنه ساقط في عام 2014 وهذا شكل مقدمة للأزمة الأوكرانية فالحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا شكرا جزيلا لك من موسكو دكتور رامي القليوبي الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون روسيا شكرا جزيلا لك